أوضحت وزارة الصحة والسكان أن التجلد كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف منذ عام 2021 وهو عرض نادر الحدوث وأضافت الوزارة أن نسبة الإصابة بالتجلد عند تلقي لقاح فيروس كورونا تمثل ثلاث حالات بين كل مليون شخص تم تطعيمها موضحة أن هذه النسبة تقترب بنفس نسبة حدوث التجلد دون تلقي التطعيم عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة به لهذا السبب لم تسي أي جهة صحية دولية أو محلية بإيقاف أو منع التطعيم إنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه لفئات محددة كما أوضحت الوزارة أن احتمالات حدوث الجلطات عند الإصابة بفيروس كورونا تمثل عشرة أضعاف احتمالات الإصابة بالجلطات بعد الحصول على التطعيم